الصادق المادي علماني قلتها وعلماني وبيطعم في النبي صلى الله عليه وسلم وبينكر الحدود ويثني على اتفاقية سيداو أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حقيقة الإنسان سامح حقيقة الكلام اللي جاء للأسف من جرائد ونحن الآن خلونا من الصادق المادي وخلونا من البشر شوفوا لينا الأزمة الطاحنة اللي نحن فيها المواصلات في مشكلة الوقود في مشكلة الأجروش في مشكلة البلد منتهية من دواء منتهية من تعليم تيت تكلمني في البشر يا أخي يا أخي ده إسلام هو ولد دين يا أخي الدين ده جاء من أجل ربنا سبحانه وتعالى جعلك خليفة في الأرض من أجل المؤمن ده وسيدنا عمر قال لو عترت بغلة بغلة في العراق أنا مسؤول عنها الآن المسؤول منه الآن الآن الليالة نيالة نصها حرق ومبارح الخندقاء ومرق يا الله سوق مدرمان الحرقوه ده في ثلاثة لا الآن ما معرفين ودهن وين غفيرين ومعهن عسكري مشوا بلغوا وقالوا في غاز ولا أنحنا دارين نوريكم دخلوهم لا الآن ما معرفين ولا الثلاثة أنفار يا أخي اتقوا الله فينا واتقوا الله في الإسلام واتقوا الله في البشر إنت تتكلم لك في بشر غايب منك بينك دهن السيد عليه الرغيب وعتيد خلي الزوال قابله صادق المادي موجود متى ما جاء تعال يا أخي قابله ناخشو الموضوع أقدر ما تفتلك لي ناس يا أخي مساكن طلاب تحملهم وزري معاك كمان اتقوا الله فينا واتقوا الله في الإسلام واليوم اللي اتب سنوه المنصار السنة دا قول له سوى شنو وزير السياحة ده بس أسأله منه أنا ماذا را اتكلم فيه لأنه هيكتب عليه لكن أسأله عن وزير السياحة السوداني المنصار السنة اذ عمل فيه شنو وعمل شنو أنا ماذا را اسكره لأنه دي مسؤولي أمام الله لكن أسأل يا أخي التغوى الله فينا وجزاكم الله خير بارك الله فيه طيب الحمد لله خلاص ما فزول يتكلم أتفضل يا عمنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله أول حاجة يا أخواننا نحن نحترم الزول الكبير ونديه مكانته لكن ما بنكتم الحق ولا نجامل في الدين لأنه لا كبير على الحق وكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم والآن عمنا جاي يتكلم يعني شفقة علينا تحس من كلامه ومن باب النصيحة وهو كان عمنا من قبلنا قبل الصلاة شايفه قائد بغادي في الركن البغادي لحد الآن جزاك الله خير ما تكلمت ما تصبر انت تخلينا أتكلم الغرآن ربنا سبحانه وتعالى تخلينا أتم كلامي ربنا قال الذين يستمعون القول عرفتها انت أسي قلت ترجم وتنافق أسي دماسب ولا أنا ما بشر أسي أنا رجمت لكن أنا لسه ما رجمت يا دوب شلت الحجر انت كده أصبر لي عرفتها طيب عمنا دا انت ما غايب يا أخي أنا ما تكلمت عن الصادق والصادق تاني بتكلم معه عندي هادلة لو دارت تناقش تعال نحن احترمناك يا عمنا ما تقاطع من برا دا ما من أدب الإسلام ولا من أدب السودانين ذاته ولا من أدب الأنصار إنك تقاطع من برا ولا من أدب الديمغراطية فإنت أنا بقول لنفسي أنا سكت ولا ما سكت يا شباب إنت قاطعت يبقى إنت الكلام أقوله لك إنت لأنه ما فزول قاطع غيرك فزول يا أخوان يبقى محترم من يحترم يحترم عرفتها ومن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إلام أنا ليس ما بديت ذاته شبكني تنافق وترجم وإلى آخر برضو دا الأشياء الحقيانا دا عفيته لك طيب أنا دار أقول له شنو إنت عمنا قاعدت بيجاي قاعد بيجاي رفتها وتشهد معهم وأنا ما قلت أنت تتكلمت قاعد معهم والنزل من قبالك لو بيتكلموا في قرآن وبيحفظوا الناس سرطة الإخلاص التي يحبها الرحمن الناس ذيل ما صلوا ليه ما نصحتهم حلال على بلابله الدوح حرام على الطير من كل جنس ولا كيف أنت الناس ذيل قاعد معهم بيجاي ما نصحتهم وربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستأزوا بها فشنو فلا تقعدوا معهم أنت الواجب عليك طوال تفارق محل المنكر وربنا قالوا وإذا ناديتم في صورة المايدة وإذا ناديتم إلى الصلاة يتخذوها شنو هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقل ما عندهم عقل فإنت يا عمنا ونحن يعني شفنا الشيبة وكده أنا والله في البداية قالوا من أخواننا سلفي لكننا الظاهر عليه أنه بدافعنا صادق المهدي فأنا قالوا حين صح النازل ويقول لهم يا ناس صلوا كما كان يفعل الأنبياء ربنا مدح نبي الله إسماعيل ربنا قالوا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان شنو صادق الوعدي وكان شنو وكان رسول النبي وكان يأمر خلوا يا أخواننا خلوه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي شنو مرضية ربنا أثنع على إسماعيل إنه بيأمر أهله اتخيل الظل على هو ذاته أشوف لي ديمغراطية زي دي اتخيل دي ديمغراطية أنت بتقول كلامك وتكبره طوالي يا ناس دا شنو دا ما قال كلام عمنا دا شكله شكله الناس دا عمنا شكله مسكين طيب لكن الناس دا اللعبوا عليه عرفته هو تابع له لكن ما غشوش عرفته طيب قال أنا ما حتكلم ظل لكن شوف عزولك وزير السياحة والبتاع هو دا قبل بتكلم عن مامون حمادة ليه ما نصحته دا عمك الكبير دا عمه دا بيجاي عرفته كان بتكلم عن حمادتي مش وكان بتكلم عن منه عمامون حمادة دا الناس ولا دا بايب ولا كيف ولا هنا بجوز وهنا ما بجوز شوف نحن ثلاثة دقائق ما بدينا الأمة دي كلها استحضرت يا ناس مالكم يا ناس الزل دا ما من قبل بتكلم وزال البجاي دا زاته لو عنده موضوع فرصة مفتوحة له عرفته ها تعال تعال ومعك آخرون برضو طيب أول حاجة يا أخوان ما بجوز كلام في وزير نحن عندنا في الدين ما بنجوز لنا نتكلم في وزير أما منهج أنصار الصنة باطل نحن أكتر ناس يتكلمن عن أنصار الصنة ونحن ما أنصار الصنة وعمك مشكلته شان كده المثل العربي بقول حبك الشيء يعمي وشنو ويصم يعني انت لما بتحيب حاجة تاني ما بيشوف أي شيء تما سمعتها داق قال شنو الليلة إن شاء الله لغة وأدب وي حاجة بإذن الله قال مررت على الديار ديارة ليلى أقبل ذا الجدارة وذا الجدارة قال وما حب الجدار ملأنا قلبي ولكن حب من سكن شنو الديارة بيقى يقبل في الحيط بوك يدي يا بوسر عرفته دا أعماو ليه دا الحب أعماو وأصماو عمنا دا بيحب الصادق قال ما هادي وقايله زول بتاعدين خلاو زاته ليشوف العنوان ولا يشوف الحاصل شنو ولا ابن يتكلم عن شنو قال خلونا منه وما شايد ذاك بتكلم هم دا لك ختم ولا شنو ولا قربوا يفوتوا عرفتها اتخيل دا الناس زمان كانوا حكام والله الدنيا دول والله ها عشان كده عشان كده أخواننا العز هو في التقوى دار العز في التقوى ربنا سبحانه وتعالى قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمنه للمتقين يا أخي ها الصادق المهدي ذا بيتكلم له سبعمية السنة نحن الليلة بنزل يا حزب الما ما تختموا قبل ما تجاوبوا لنا من كلام الصادق ما بنخليكم وانا بتدي أدلة على الغيبة ولا تايد قولوا لا يدي غيبة وتورونا لا يتكلمتوا فيما منحمدة لأنه بشر بغض النظر عن إنه شنو منتمل وين في النهاو بشر هل الغيبة بتجوز في ناس وما بتجوز في ناس تجو تورونا بلاد الله أو هتمشوا شيكم المهدي قال تجربة النبوة صاحبتها أخطاف الحكم رأيكم شنو يا طلبة ده طعن في الرسول ولا ما طعن فيه صلى الله عليه وسلم تعالوا هنا حزب الأمة ورونا رأيكم شنو والطلبة ديل طلب مسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدونه بالآباء والأولاد والأجداد والأمهات فإنت إذا ما فإنت إذا ما دفعت عنهم الليلة ما بنخليك ونجلدك جلد غرائب الإبل بإذن الله لتجغمنا يا حزب أمة ثم لتجلدنا عرفتها؟ طيب فمبجوز يا أخواننا الكلام في الحاكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي يجنو علاني لو في حزب أمة يخش سايح يا أخواننا الفرصة مفتوحة له المنبر بالنسبة لك في ريه الواي فاي ده فاتح تخش توالي في حزب أمة فرصة مفتوحة كده قبلنا جاوب اللي عمنا فرصة مفتوحة حزب أمة الكوادر والبشوتو كولين فرصة مفتوحة عليكم هذا ما قال الشاعر الزلد حزب أمة أو الحروف ضمة لمن يشوف له سلفي الزلد تمسكو حمة يتقطق الركاب موضوع يستحم الزلد مالو يا ناس الزلد حزب أمة فرصة مفتوحة لحزب الأمة وين الكادر عمنا عم ذاك وينو عمنا التاني الفرصة مفتوحة ليك فرصة مفتوحة تعالوا نحنا تكلمنا في الصادق المهدي هل كلامنا دغيبة هل دازو الإمام ما تبكو فوقه طعنتو حاجة في الحنام بتاعنا الحاصي شنو فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة عزب الأمة ويجوز لكم الاستعانة بصديق ويمكن أن نعطيكم رصيد لو في واحد عنده سودان أنا قبيل اشترت لي كرتين نديك أبو عشرة لو ما بكفيك أبو عشري لسه منقشة طب فرصة مفتوحة جيبوا الصادق المهدي لو ما بيقدر يقيف من احنا بنجيب له نقالة يرقود فوقه ويناغشنا يا دي أحزاب فاشلة أحزاب فاشلة دي أحزاب منتهية حزبهم ما بتاعشنوه وكلام فارغ بتاعشن يا أخ طيب طيب قال يا أخي اتغوا الله في البشر دي غيبة طيب لما نهو قال الرسول صلى الله عليه وسلم تجربة النبوة صاحبتها أخطاء الرسول بشر ولا ما بشر سيد البشر صلى الله عليه وسلم تبقى غيبة ولا ما غيبة تبقى غيبة تجيزة لي شيخك وفي 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 زولك في زولك ها إنه نتكلم فوقه بالحق وننصح المسلمين تكون باطل وغلط تكون باطل وغلط رفتها في عمنا اتغي الله أما مسألة الغيبة الغيبة دي أخواننا تكون في بعض الأحيان واجبة وفي بعضها محرمة رفتها ألبي تكون محرمة إنك تت زي شنو المحرمة مش محرمة كفر زي ده زي غيبة الصادق المهدي للرسول صلى الله عليه وسلم ده كفر ولا ما كفر ده كفر وغد تكون محرمة إذا كنت اغتبت إنسان أخوك المسلم أخوك المسلم ألما داعي للباطل ولا زل مشهور بالفسق رفتها ده ما ده يعتبر حرام أما إذا كان في مقام تحذير المسلمين من الشر والباطل فدواجب دواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من ناس قال لعائشة رضي الله عنها أتعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا قال وكان ما في شيني عمنا قال وكانا غائبين رجلين من المنافقين عرفتها والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قالت يا رسول الله إن معاوية وأب الجهم خطباني دي أحاديث دي ما إن بسغت رفتها دك لما الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يقع في الخطأ عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أما معاوية فصعلوك لا ما للو صعلوك معناه فقير وأما أب الجهم فكان لا يضع العصى عن عاتقه إما ضراب للنساء بضرب النساء كثير أو أنه كثير الأسفر ودي صفة النسوان بكرهنه في الرجان لو كان بسافر كثير أو لو كان بضرب النسوان كثير قال ولكن أنكحي أسامة بن زين العلماء قالوا زي ما ذكروا الإمام النووي في رياضة الصالحين وفي شرح صيح مسلم وفي كتاب الأذكار ثلاثة من كتبه دباب ما يجوز من الغيبة قال إنه الإمام النووي قال شنو قال إذا كان يا أخواننا دفي باب الدنيا في باب الزواج جاز غيبة الإنسان ودي الصحابة صالحين تب ما فيهم شك صالحين تب ما فيهم أي شك إذا كان جازة الغيبة في إتنين من الصحابة فكيف بالذين يلعبون على ديان الناس ده ملخص كلامه معنى كلام عرفتها فكون تغتاب الإنسان الأضال والمجرم والدعي إلى البدعة ده واجب زي ما قال العلماء علمانا ذاته لأنه في وحدهم بيتمسحوا بالسلفية برضو يقول لك لا ما تذكرهم طوالي ما أذكرهم طوالي لا بذكرهم طوالي عرفتها والموضوع أن يجير ساكن كلام ده قرر الإمام الألباني والشيق عبيد الجابري في شرح أصول السنة وغيره من العلماء طيب قال خلونا من الصادق المهدي شوفوا التعليم آها لا لا خلونا من التعليم شوفوا الصادق المهدي ما بنخلونا خلوه كيف ما بنخلوه أصلا وعمك ذاته ينوم جوين فات معهم يا دوب صلوا يا ناس يا ناس ما تتكلم عن التعليم وإذا كان أنت الغدوة الغدوة كده أنا دار أتعلم من عمك وقت الصلاة بيجيه قاعد تخيل دار أتعلم منه أسجد التعليم يا ناس ما تلعب علينا ساكن فنحن ما بنخلوه من الصادق لأن الصادق المهدي يزول المجرم عرفتها قال الآن قال في حرائق وفي كده نسأل الله سبحانه وتعالى المنكوبين ربنا يعوضهم ويخلف لهم خير ونحن منابرنا دي خير لهم نحن يعني نسأل الله أن يعوضهم أفضل مما عندهم ونعلمهم دعاء الرسول في صحيح مسلم كتاب الجنائز لما حديث أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة ابن أسد المخزومي رضي الله عنه جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت لو جاتك أي مصيبة ان شاء الله خشت لك شوك في كراء تقول الحديث دا قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قال فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة ولكني قلته قالت فأخلف الله من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقالت الدعاء ربنا عوض بدل أبي سلم رضي الله عنه عوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن دي وصيتنا للناس المنكوبين ويفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا ويسأل الله عز وجل إنه يعوضوا عرفته وبعد ذلك نسأل الله يعين السلطات لو في زل جاني إنه يقبضوا ويقدموا للعدالة تاني ما في حاجة لو جيته تكلمت في الإسلامية عن الحريق بتطفيه من هنا ولا بترجع القروش انت خش مكدبا كالسودان ما تقعدوا تلعبوا علينا ساكت وتستعطفوا في الناس وتلعبوا علينا عرفته تدعو له أخوك المسلم يعني انت هنا بتتكلم لما الصفق بتاع الشيجر دات حتى استفاد شنعني زول الهناك استفادت شنعني طيب قال اتكلموا في المواصلات جوف المواصلات دي ما بتتحلى وانت شيخك بتتكلم إنه تجربة النبس صلى الله عليه وسلم فاشلة ما بتتحلى ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنوه بركات الناز لو وحدت ربنا ورجعت لرب العالمين ربنا بيفتح عليك بركات توحيد وما شرط يا أخواننا المجتمع كله يكون ما عنده معصية أو ما بيقع في معصية أو معصوم أو ما فيه مظاهر من المخالفات ده ما منشترط لكن الناس الغالب عليها إذا بيقى الغالب عليها التوحيد والغالب عليها السنة والأمر بالمعروف والنيع عن المنكر والأخذ على يد المسيء وبيان الحق ربنا بيصح على الناس وربنا بيسر ليك المواصلات وبيسر ليك البنزين والغاز وحاجات انت الزاتك ما بتحلم بها لكن لما تكون إنسان مجرم وفاجر وتطعم في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيبتلك بالسنين ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أها فكفرت بأنعم الله حصلها شنو فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا شنو يصنعون ناس مكة النبي صلى الله عليه وسلم جاهم لما رفضوا العقيدة والتوحيد والدين الصحيح ربنا ابتلا بيقوا يأكلوا الميتة والجلود ونحن لسه قالوا 2019 فيما يقال ويروى فيما رواه الواتصابة لخيدر قال إنه قال إنه يعني العيشة بتبقى بألفين ونص السبب شنو مشيريك قاعد هذا لي أبوك الشيخ البورعي قاعد ما بتصلح والمهدي قاعد والصديق المهدي قاعدين يا أخي إذا كان الأنصار البجايزي عمك النطلق يخنطك ومن الرملة لما انجراجة ما قدر يرجع أنت عارف ليه؟ لأنه ما حاسب يروح عرفت قالوا واحد فوقهم يحلف بالمهدي وحات المهدي وخليفته وصابونت وليفته عرفت يحلف بالليفة حقة المهدي وده الربنا يرزقك ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع عمر يقول والخطاب قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلسلة صحيحة قال قال من حلف من نسي فحلف بالله والعزاء فليقل لا إله إلا الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفت فده من الشرك بالله شرك قال لا 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 حمدني القعدة وعمران ما شاء الله يقدام الكريدة وما عرف ليك المسيد بتاع البرعي والمسيد بتاع عبد المحمود نور الدائم وبتاع طابت وبتاع الكباشي والبدر والتجانية وغيرهم مسايد شغالة وشرك بالله ودعوة للعباد للإشراك بالله سبحانه وتعالى الناس يقولوا لها ربنا يا الله المطر ده الشيوخ ذاتهم بنزلوا معك طيب ربنا ما يبتليك يقول له خلاص يا الله خلي الشيوخ نزل لك مطر ها؟ زول بيقر هنا في الإسلامية الخنجر يقول نحن بعد مرات بنمشي لأولياء وكذاب وأصهم بعد مرات وطوالي معهم مع الميتين وهذه اللي يخليهم فعوك ما استفدنا من الصوفية دي الحاية غير الكضب والبلاوي رفتا وجابوا لنا المصايب والفتن غير الصوفية ما استفدنا منهم حاجة قالوا أولياءهم بيعلموا الغيب وبيدوا الجنة وبيقلبوا وبقوموا الزراع وبسووا وهما الواحد تلقاوا يمشي يشحد في الناس تبتشحد ليه؟ ما قلت بتنزل المطر وبتعلم الغيب ما تمشي في الوطا كده تقول لما أنا سوي جيب البوكلين أحفر هنا في طنين تندهب ها هناك كده شيل هناك في ثلاثة بير بيترول بيجاي في يورانيوم بيجاي في كده ما تتكلم ولا إنت يا شيخ إسرائيلي إنت إسرائيلي ولا شنو؟ رفتا ليه يمساكت؟ الليلة ما ممكن يا أخوانا نحن بلدنا بالطريقة دي تصلح وتمش ليه قدام ما ممكن يا أخوانا إذا كان فيها شركيات زي دي إذا كان فيها ناس بيطعنوا في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حكمه عليه الصلاة والسلام أولي الليلة هم ناس معظمين والناس يتبعوهم عرفتا؟ طيب قال الكلام جا في الجرائد والصادق المهدي عنده حاجة غير الجرائد يطلع مع الجرائد ومع البنوت الصادق المهدي قبل كم سنة قال لابي ستيريننج زول عمره كمه ثمانين سنة لابي ستيريننج يا زول ما تخلي الموضودة لناس يدهور تمالكم مالو عرفتا؟ قال داري تريض مع النسوان وعندنا الحرية وكده يا زول إنت ما شوف شغلتك هوس عرفتا؟ زول يعارض دين الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الكلام دا جا في الجرائد إنت ما قدمت في الجريدة طعني ليه؟ ليه ما قدمت فيهم طعن؟ تقدم فيها طعني طوالي في نيابة يسمى نيابة الصحافة والمطبوعات خرطم ثلاثة محلة هناك نحن طبعا بحكم المجال وكشف الصوفية وكواريك الصوفية ثم فتح البلاغات حفظنا الحاجات دي هناك جنب المطافي في نيابة يسمى نيابة الصحافة والمطبوعات عندك أي طعن في أي جريدة أبواب فاتحة تقول لها مولانا الزلدى قال فوقي كده وكده ويتخيل يعني هو لو يتكلم في عرضك لو يتكلم في عرضك يعني دي غد تكون أهون لكن زول نسب ليك أنت قال لك أنت بتطعم في الرسول صلى الله عليه وسلم تسكت تخليه يا ناس ما تجي يجو طولين هنا عرفت فزي عمك ده عمك ده مخشوش والله نصال الله أنه يهديه يا أخي وزول القيافة والله أنا وكي شفته والله جلابته عجبتني عرفت لكن يا أخي والله عمك شيئنا منك يا أخي والله إذا فاعتلك عن زول لو وضع هذا الإنسان بدلا عنه الرماد لكان الرماد خيرا منه شكد يا أخواننا نحن لو دارنا نصلح أول حاجة العقيدة الصحيحة ربنا قال لقد كان لسبئ في مساكنهم أعي جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وشنوه ورب غفور ربنا قال فأعرضوا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل السبب شنوه ذلك جزيناهم شنوه بما كفروا عشان كده ربنا قال عن فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع آيات بينات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين والآيات قبلها قالوا قالوا ومهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ما بنرجع شو الكلام ده كيف الناس ما داري أخوانا تسلم ليه كلام رب العالمين ولا داري تسلم ليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بينصرنا إذا كان الصحابة القصة اللي بيحفظوا الناس كلهم قصة صحيحة يوم أحد الصحابة ما جابوا بدعة ولا الصحابة جابوا كفر ولا الصحابة قالوا حق الرسول كلام ما دارينه ما قالوا كذا الصحابة رضي الله عنهم اتهدوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تنزلوا على الغنائم قالوا خلاص المسلمين في غزوة أحد في البداية انتصروا نحن دارين نجي نشوف نغنم مع الناس فكانت سبب الهزيمة الليل عندنا كنبلوة مش كنبلوة الليلة بيجي واحد ها وأكل باسم الدين لما نشبع ويترع زي شيخ الجماعة دين ديل ما طرنقع مساكين ساكن تعرفوا الطرنقع تعرف الناس الأندروسين ديل يا هون ديل ماشين وراء كل ناعب ماشين ساكن ديل إذا كان شيخهم بيقول إنه يعني دار يوصل ليك إنه لو دائر إنك تمشي لي قدام ما تاخد بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يشككك دي تنظيمات محترمة يقول لك يا أخي تجربة الرسول وهل الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به تجارب هل الرسول الجابه وتجارب يا أخوانا لأن التجربة فيها شنو فيها الخطأ وفيها الصواق بعدين التجربة دي ذات فيها مشاكل الناس البقر علوم والبقر غير أو غير بيقول لك التجربة دي فيها مشاكل ألا ما فيه رفتها والتجربة تخضع للخطأ والصواق وممكن تجي نظرية تانية تجي تقول لك التجربة دي ما صح لأنه التجربة مبنية على نظرية نظرية معناها شنو؟ معناها تأمل بس ممكن واحد تاني يجي يتأمل يكون أفهم منك يجيب لك نظرية تنقض النظرية حقتك هل الجباة والرسول صلى الله عليه وسلم نظريات؟ ها؟ ديال بيجي يقول لك الجباة والرسول نظريات عرفتها؟ شان كده أول حاج يا أخواننا العقيدة الصحيحة أشياء التاني الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليه الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان الأمة ما تتفرق ديال بيجي حزب الأمة الديل ديال أكتر من خمس حزب اسمه حزب الأمة زي ما قال واحد أدروب حزب الأمة قال قاعد جنب الدايات كل يوم يالي دولينه حزب جديد قال عرفتها؟ حزب الأمة الغومي طبعا الصادق المهدي حزب الأمة جنح نهار حزب الأمة جنح مسار حزب الأمة الفيدرالي حزب الأمة ما عرف ليك؟ جنح منه تاني؟ ها مباركة الفاضل وكتار ذاته؟ ياخنتوا يتفقوا 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 ديال دارين يحكمونا هوا الحزب ذاته ما اتفقوا فوقه حزبهم ذاته لما بعدين يشيلوا الكعكة يقسموها مع بعض ما اتفقوا؟ ما أقول يتفقوا معنا نحنا؟ رفتها؟ ولذلك يا أخواننا المنهج الكفيل إنه نحنا نسعد به في الدنيا قبل الآخرة هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم نتبع راجل واحد لادارين الصادق المهدي يجي نظر إن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة وتقال ده أغنعوبه شنو؟ تقال ده أغنعوبه شنو؟ أغنعوبه كالمهدي هما فاهمه ذاته الواحد يحضر الخطبة بتاعة الصادق المهدي بدل ما يجيب له آيات وحديث تذكرك بالآخرة كلها امبسغت فوق في المنبر امبسغت الآن صارع تلقاه مادة مسكين مادة له طرطور فوق تجي تنادي وتقول لها ود الحلال أسمع أبوك الشيخ قال شنو يقول لك يا زول والله الليلة الإمام قال كلام سمح أها قال شنو؟ قل لك هو يا زول والله يقال كلام يا زول قال شنو يقول لك هناك كلام سيدي بتفهم؟ ما بتفهم؟ هده اللي طلع لنا النوعيات دي رفتا؟ ما في أي الزول ده ما عنده فهم إلا لابسة اللابسة الضريفة دي والصلاع الممتازة التي تلمع نهارا وتضي ليلا في إمتى؟ ما عنده تاني فهم والله ما عنده أي فهم الصادق المادي يقول لك أن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي أو التكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية أنت فهم حاجة أسي؟ ما هو الساكت؟ كلام فارغ بس رفتا؟ شان كده يا أخواننا نحن منتبع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورانا الدين ورانا الدنيا ورانا الاقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم ورانا السياسة ورانا الحكم ورانا الأخلاق ورانا المعاملات ورانا البيوع كله ورانينا كله بلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم يجي الليلة الصادقة المهدي والأحزاب العلمانية يطعنوا لينا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم نحن بنزالكم الليلة يا حزب الأمة رأيكم شنو في كلام سيدكم ده سيدكم جاي الليلة أنا والله لو ربنا سهل لي ومشيط المطار بقول اول حاجة قبل تنزل السودان وورينا رأيك في الكلام ده شنو ضطعني في الرسول صلى الله عليه وسلم رأيكم شنو ها نتحدام يجي ووروا رأيهم لكن الواحد مما تزنقه طوالي يقول لك والكيزان فعله بيجري لي حمر عبد الله وتسعد طوالي عرفتها تعال وورينا منهجك وفي نفرين بيختلفوا معاك في الاخوان المسلمين ما في نفرين ابوك في البيت تلقاه بيقطع في الجرجير وبينبز ده ما دائر له شفتها الشعب السوداني دفر على الموضوع ده لكن احنا بنجي نسألك عن منهجك الفاشل الباطل الذي يطعن في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ابعد من كده اديك الصادق المهدي مدح اتفاقية سيداو في الكتاب بتاعه الاسم جدلية الاصل والعصر تعرف اتفاقية سيداو دي ياتوا اتفاقية سيداو دي اختصار لكلمة بالانجليزية معنى إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة من اسوأ ما في هذه الاتفاقية اول حاجة مساوات الرجل بالمرأة وربنا قال وليس الذكر كالانثى كالانثى لا في الخلقة والتكوين ولا في الحقوق الشرعية ما واحد ولا واحد المرأة والراجل واحد هس انت هس انت الليلة انت بتعتل والمرأة بتعتل ها هل المرأة بتقدر تستخدم بتستحمل الدرش البستحمل الراجل لو لو كترت معاي بيان بالعمل رحكاك السدود دي سد مروي وست سيتيت في القضارف تمشي شوف الشركات الصينية دي عندهم مرأة بجيبوها دي الشيوعيين صر بيقولوا الله ما في ذاته الله ذاته ما في مرأة واحدة ما بجيبوها ليه بيقولوا سلفين ليه لانه المرأة ما بتقدر تستحمل زي الراجل ربنا قال وليس الذكر كالانثى عرفتها فهي تعارض القرآن اتفاقية السيداو نمرة اتنين اتفاقية السيداو بتقول بجواز زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة يعني الراجل يعرس راجل فعل قوملوت ومرأة تعرس مرأة دي اتفاقية السيداو دي مدحش يا شيخ الجماعة ديل ها ناس اوي كاذا انتم ما تتكلموا عن الرجالة كاذا يصبر خلينا واصل شوية عرفتها دا شيقكم مدحة قالوا الغانون بتاع الاحوال الشخصية كلنا راجعوا يعني الطلاق قالوا يكون بيد الراجل يكون بيد المرأة زي ما بيد الراجل انت يوم جيت مداخر المرأة كتمت معاه طوالت اقول لك طلق طلق يا ابو فلان انت مطلق يلا امشي بيد برة عرفتها دارين يصوت علينا الدين والاسلام وينقضوا عورى الاسلام وينقضوا عروة 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 دا المنهج بتاعهم عرفتها دا المنهج جديرين انه اخواننا الانسان يستمع عليهم الله ناس بيطعنوا في الدين والاسلام ويطعنوا في الحدود وغير من المشاكل ولذلك ان احنا اخواننا عشان ننصلح الدعوة السلفية بتقول لك تباري راجل واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة ان اخواننا القرآن والسنة نفهمهم بفهم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لانه الليلة اي واحد يفهم بعقله ها فيبقى ما في مرجع ويبقى الدين العوبة بين الناس نسمع عليه منه الدين حب منه بياته عقل منه ولذلك اخواننا الدعوة السلفية بتقول نرجع الكتاب والسنة بفهم اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دي كلمات يسيرة يعني حبينا نبدأ بها ونفتح فرصة للاسئلة والمداخلات والنقاش حتى لو كان في ازيلة مكتوبة يعني نفتح الفرصة للمداخلات فرصة مفتوحة لو في صوفي اخو مسلم اه حزب امه ارفت ما بيرضى في الامام الصادق المهدي ارفت او لو كان في واحد مؤتمر شعبي او لو كان في واحد علماني فرصة مفتوحة للاسئلة والمداخلات اشتركوا في القناة